بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا إله إلا الله وعلى محمد نبي الله وآله صلوات الله وحييكم أعزائي بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا لقاء لنا جديد في برنامجنا في الحديث الشريف ولعله من أهم لقاءاتنا بعون الله تعالى ونريد فيه أن نتكلم هنا عن مساحة الخلاف بين المحدثين في هذا العلم وعن حجم هذه المساحة ومقدار أثرها في منهج التصحيح والتضعيف في علوم الحديث ونريد أن نعلم لماذا نسمع اختلافا بين المحدثين في بعض أحكامهم على الأحاديث بين مصحح وغير مصحح للحديث فهل هذا الاختلاف اختلاف منهجي يدل على خلل في الأصل أو في المنهج؟ أم هو خلاف تطبيقي يقع في دائرة تنزيل هذه المنهجية على واقع الرواة والروايات بما يكسب المنهج مزيدا من التنوع والتماسك؟ ونقول من حيث الأصدل هل يمكن الوصول بعلوم الحديث إلى نتائج قطعية رياضية؟ أم أنها كسائر العلوم الإنسانية تبقى في مواطن معينة نسبية قابلة للخلاف؟ هل هذه الاختلافات يمكن الوصول فيها إلى أجوبة راجحة؟ ولو كان ترجيحا أغلبيا أو ظنية؟ أم أنه خلاف ثابت لا يتغير؟ الجواب عن هذه التساؤلات هو موضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى يتفق علماء الحديث في سياق بيان شروط الحديث الصحيح على ثلاثة شروط كبرى وكلية في الحديث ليكون صحيحا فالشرط الأول هو الاتصال في حلقات إسناده والمقصود بذلك هو سماع كل شخص من أستاذه مباشرة وبلا واسطة ثم أن يصرح ذلك الشخص بالسماع بحيث ينتفي الانقطاع عن السند والمحدثون لا يكتفون بتصريح الراوي بالسماع وإنما يلجؤون إلى علوم التاريخ والجغرافيا للتأكد من ادعاء السماعي طبعا إلا إن كان الراوي من المشتهرين بالملازمة والسماع والتلذمة عمن روا عنه والشرط الثاني هو عدالة الراوي واستقامته والتي تدرأ عنه احتمال تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الشرط الثالث فهو عدم اعتبار الرواية شاذة أو معلة ومعنى ذلك بعبارة أخرى هو دفع احتمالات وقوع الراوي في الخطأ غير المقصود وللمحدثين في ميدان الشذوذ والعل قواعد جليلة وقرائن دقيقة لعلنا نخصص لشرحها حلقات مستقلة والذي يهمنا الآن بعد أن قررنا المنهجية الكلية التي يتفق عليها المحدثون جميعا أن نتدارس مساحات الخلاف بينهم ونختبر مواضعها أهي في المنهج أم في التطبيق وما هو أثرها في معرفة الصحيح والضعيف من الحديث وهل يمكننا حصرها في دوائر ضيق لا تؤثر في النظر الكلي أو يمكننا الوصول إلى ترجحات فيها تزيل الخلافة من أصله سنقف هنا عند ثلاثة نماذج منتقى للتمثيل عن هذه المساحة الخلافية في علوم الحديث ولعلنا نصل فيها إلى جواب شاف بإذن الله تعالى فأما النموذج الأول فهو متصل بمسائل العدالة المشترضة عند الرواهات وقد سبق الكلام عن أن العدالة شرط أساسي للحديث المقبول عند المحدثين وأن هناك إجماعا لديهم على هذا الشرط أي بعدم قبول حديث الكاذبين سواء في ذلك الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكاذبين على ألسنة الناس ولكن مع ذلك فإن هناك مسألة خلافية مهمة في هذا السياق وهي رواية المبتدع أي الذي شذ عن مسلك جمهور المسلمين وذهب إلى طوائف وبدع متعددة كالخوارج القدرية الحشوية الجهمية وقد قال في ذلك ابن سيرين لم يكونوا أي الصحابة وكبار تابعين من طبقته يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذوا حديثهم ولو تأملنا في كلام أهل التقعيد من علماء الحديث في المسألة لوجدنا أنهم لا يردون روايات جميع المبتدعة وإنما يردون من تحققت فيه أوصاف معينة وهم عند شرحهم لهذه الأوصاف فإنهم يقولون نرد رواية من تحقق في بدعة مكفرة ثم بعد ذلك يميزون بين بدعة خفيفة وغليظة فمن كان من أهل البدع الخفيفة فإنهم يجيزون الرواية عنه ومن كان من أهل البدع الغليظة فإنهم يمنعون الرواية عنه ونرى غيرهم قد ميزوا بين الراوي المبتدع الداعي لمذهبه والراوي غير الداعي لمذهبه وهو تفصيل جرى على لسان الحافظ ابن حجر فالداعية ترد روايته وغير الداعي تقبل روايته وهو كذلك رأي مشهور أفضل من سابقه الذي يميز بين بدعة خفيفة وغليظة إلا أن الإشكال الذي يطرأ عليه أننا نلاحظ أن كبار المحدثين كالبخاري ومسلم وقد اتفقت الأمة على صحة كتابيهما قد جاء في صحيحيهما أحاديث عن رواة تلبسوا ببدع غليظة وكانوا كذلك دعاة لها وقد اشتغل الحافظ ابن حجر في هدي الساري على إراد أسمائهم وتراجمهم جميعا وبهذا ظهر لنا أحد نماذج المسائل المشكلة أو الخلافية في منهج المحدثين ترى هل يأخذون برواية المبتدع أم لا يأخذون هل هذا خلاف حقيقي منهجي أم لا هل هو خلاف لا يمكن الوصول فيه إلى ترجيح يرفع النقاش في المسألة أو أن الترجيح ممكن هنا يمكن لنا القول بأن البخاري ومسلم يمثلان طريقة علماء الحديث وعلماء الرواية المتقدمين عند التصريح والتضعيف وهي الطريقة التي تعتمد منهج التدقيق في كل راو وفي كل رواية بذاتها بمدارسة قراء تصريحها أو تضعيفها الذاتية المختصة بها خلافا لأسلوب القواعد والتعميمات الكلية التي ينص عليها بعض المتأخرين من علماء المصطلح ومن التعميمات غير المتبعة لديهم القول بأن كل مبتدع حديثه مردود دائما فهذا أيضا إطلاق لا يصح عند المتقدمين من علماء الحديث كيحيى بن معين ويحيى القطان وأبي حاتم وأبي زرعة وعلي بن المديني والبخاري ومسلم فالمعيار لديهم هو الآتي هل صدق الراوي في نقل روايته الحديثية أم وقع في الكذب؟ وهل ضبط روايته أم وقع في الخلل؟ وهذان السؤالان جاريان على جميع الرواة بمختلف أوصافهم وجاريان كذلك في جميع مروياتهم على أن وقوع الراوي في البدعة يعني بالنسبة للمحدث الناقض الدقيق نوعا من ناقوس الخطر الذي يحمله على مزيد من التأكد من سؤالي الأمانة وعدم الكذب والضبط وعدم الخطأ فأما عن مسألة الصدق فالبدعة مدعاة عند بعض أهل البدع للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد دعواهم فلابد من نفي هذا الاحتمال بمزيدا من التدقيق والتأني والبحث وهو تدقيق زائد على حالة الراوي غير الموصوف بالبدعة وإذا منتفى الاحتمال عن الراوي المبتدع كما قيل في بعض الخوارج بأنهم كانوا يفضلون أقسى العقوبات في الدنيا على أن يرتكبوا كبيرة الكذب فإذا منتفى احتمال الكذب الصريح انتقلنا إلى احتمال الخلل وهو المسألة الثانية فنقول إن احتمال الخلل وارد في واقع الأمر على جميع الرواة ولكن الراوي المبتدع له خصوصية زائدة لا بد من توضيحها على الشكل الأعدي إن لو اشترضنا وجود راوي ثقة صادق عدل لا يصح عليه وصف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدناه قد اختار مذهبا بدعيا في اختياراته العقدية فإننا نتساءل عن سبب بدعته ومخالفته لجماعة المسلمين رغم أنه راوي مؤمن ثقة عدل لا يستميح الكذب ولا المخالفة الصريحة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب الذي يتبادل إلى الذهن هو وقوعه في تأويل فاسد لنصوص معين من الدين أو تأثره بأسبقيات معين لديه حملته على تأويل النصوص بما انتهى به إلى القول بالبدعة فهذا التأويل وهذه الأسبقيات هي مدعاة أخرى للمحدثين النقاد لمزيد من التحري والبحث في رواية هذا الروي أتراه لم يحسن فهم الحديث بألفاظه الأصلية ثم رواه بالمعنى لا باللفظ مستندا على فهمه المغلوط ويتضمن هذا السؤال البحث فيما إذا خالف في ألفاظه روايات غيره من الرواد أو أنه تفرد بمرويات معينة أو بزيادات وكلمات يمكن أن تصب لصالح بدعته فهذا الأمر يستدعي بحثا وتدقيقا من المحدث الناقد أعمقوا وأوسعوا من البحث في غيره من الرواد فإن انتفت هذه الاحتمالات قبل المحدثون روايتهم وبهذا التوضيح يتبين لنا أن الخلاف في مسألة المبتدع بين المتقدمين والمتأخرين من علماء الحديث ينتهي إلى ترجيح منهج البخاري ومسلم والمتقدمين كما أنه خلاف ليس بمؤثر في التصحيح والتضعيف أي أن المسألة لم تعد من مسائل الخلاف الحقيقي في علم الحديث والله أعلم الآن ننتقل إلى النموذج الثاني في حلقتنا هذه وهم متصل بقضايا الضبط ومدى حفظ الراوي الحديث ويعرف الضبط عند الراوي باختبار حديثه وعرضه على أحاديث ثقات والأثبات من غيره فإن وافقهم كان منهم وإن كان نادر المخالفة لها احتملنا كذلك حديثه وضممناه إليهم وإلا فإنه يضعف وسنقف من مسائل الضبط عند مسألة خلافية معروفة هي هل يمكن أن يتقوى حديث الضعيف بغيره بحيث يكون في دائرة الحديث المقبول تعرف المسألة باسم مسألة التقوي بالمتابعات والشواعد أي بالأحاديث التي تؤكد أن الراوي حافظ الحديث وضبط المعنى هنا وقبل الدخول في تفصيل المسألة لا بد من التمييز بين إثبات صحة المعنى الذي وردنا من طريق راوي ضعيف وإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا المعنى في أحد أحاديثه بمعنى أن دلالات الحديث الذي رواه ثابتة أصلاً في الشريعة دون حاجة لهذا الحديث فهذا ما يسمى بالتقوية بالشواعد وهذا في واقع الأمر لا يعني أن الراوي قد سمع الحديث وضبطه جيداً ولا يعني أن الرواية قد صحت وإنما يعني أن الرواية ليس فيها ما يخالف النصوص الشرعية فحسب فهذا يعيدنا إذن إلى نقطة البداية متى يمكن أن نصحح رواية الراوي الضعيف للإجابة عن هذا السؤال فإننا نطرح المسألة على الشكل الآتي لو كان سبب تضعيف الرواية التي رواها الراوي أنه قد ثبت لدينا وقوعه في الخطأ في الرواية المذكورة وهذا كثيراً ما ينص عليه الرواة النقاد في عصر الرواية فإن حديثه لا يتقوى مهما جاءته من مؤيدات ومتابعات لأن ذلك دليل على أن الرواة الذين وافقوه إنما تابعوه على الخطأ والخطأ لا ينقلب صواباً بالكثرة وأما إن كان تضعيف الرواية يعود إلى احتمال وقوعه في الخطأ ولم يثبت ذلك عندنا فإننا نقول هنا إن جاء ما يؤيد روايته من أحاديث تؤكد سماعه عن أستاذه أو عن الصحابي مثلاً فإن المحدثين يقللون من احتمال وقوعه بالخطأ عبر هذه القرينة ويرفعون الحديث إلى رتبة المقبول قال ابن الصلاح لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنة لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً كرواية الكذابين والمتركين ونحوهم ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلاً فإن المتابعة تنفع حينئذ وبهذا التحرير الدقيق للمسألة نرى أن الخلاف المتصور فيها قد عاد إلى نقطة البداية من حيث المنهج واتضحت بذلك منهجية المحدثين النقاد والله أعلم ننتقل الآن إلى النموذج الثالث في حلقتنا وهو متصل بقضايا علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وهذا العلم هو العلم الذي يعنى بذكر تواريخ علماء الحديث وتواريخ حفاظه ورواته من الرجال والنساء فيذكر معلومات شتى عن ولاداتهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلامذتهم ووفياتهم إلى آخرين يرافق ذلك ذكر آراء المتخصصين في حفظهم وعدالتهم وهو الموضوع الذي يهتم به علم الجرح والتعديل فالجرح هو ترجيح جانب الضعف وعدم الموثوقية من جهة العدالة أو الضبط في الراوي والتعديل هو ترجيح جانب التوثيق في العدالة والضبط في الراوي ودون الدخول في آليات المحدثين النقاد في تمييز الضعيف من الموثوق من الرواد أو المجروح والمعدل منهم فإن مناهجهم في هذه مناهج عقلية تاريخية دقيقة وموضوعية تبتدأ بالاستقراء التام لمرويات الراوي المدروس عبر منهجية كانوا يطلقون عليها اسم التتبع ثم بعد ذلك بمقارنة مروياته مقارنة دقيقة مع غيره من الرواد خصوصا من أساطين الحفظ والضبط ثم محاولة الوصول إلى نتائج كلية من خلال حصر أخطائه وبيان نوعيتها وذلك عبر منهجية كانوا يطلقون عليها المعارضة بمعنى عرض المرويات على بعضها أصولا لتلك النتائج المذكورة والمسألة الخلافية في هذا السياق هي هل يمكن أن تختلف آراء النقاد الذين يقومون بعملية تعديل الرواة أو جرحهم؟ فإن كان الجواب نعم فهل هذا دليل على ضعف المنهجية أم ليس دليلا على ذلك؟ لا نطيل عليكم المسألة إخواني فإن الخلاف قد حصل بين النقاد في رواة معينين والرواة في هذا السياق على ثلاثة أنواع منهم من اتفق النقاد على توثيقهم ومنهم من اتفقوا على تضعيفهم ومنهم من حصل التعارض في القول فيهم والسؤال هنا كيف لنا أن نتصرف في هذا الخلاف؟ وهل يمكن الوصول إلى نتيجة راجحة في المسألة كما سلف من مسائل؟ أم أنها ستبقى معلقة هكذا؟ اختار المحدثون في التعامل مع مثل هذه الأحوال البحث عن مفاتيح معينة لدرء التعارض وهي تعود إلى الجمع أو الترجيح فأما الترجيح فيكون بالبحث عن أسباب تضعيف بعض النقاد للراوي هل كانت نتيجة علم لم يطلع عليه الآخرون؟ أو بالبحث في أسباب توثيقه عند بعضهم؟ هل كانت نتيجة اطلاعه على ما يدفع عنه الاتهام بالضعف الذي وصلنا من النقاد الآخرين؟ أم كانت نتيجة الجهل بأسباب التضعيف المذكورة؟ ومجرد أن يتضح لدينا أحد الأسباب المذكورة هنا فإن الوصول إلى الحكم الصحيح في الراوي يكون أمرا متاحا للمتخصص وكذلك يكون درء هذا التعارض بوسيلة الجمع بين الأقوال وتنويعها على زوايا عدة بحيث يرتفع التناقض بينها ومن ذلك محاولة ربط التضعيف في رواية الراوي بأزمان معينة دون غيرها فيكون ضعيفا في كبره بعدما أصيب بذاكرته وساء حفظه على سبيل المثال وبعضهم قد اختلط تماما فبذلك نرفع التعارض بين القولين ولربما يكون الجمع بمحاولة ربط التضعيف برواية الراوي في أماكن معينة فيكون مثلا مقيما في الكوفة فإن سافر إلى الحج وما كانت معه كتبه فبدأ يروي في مكة أحاديث فإنه وقع في الخطأ فيها وضعف في روايته في مكة ومن الجمع أيضا ربط التضعيف بمواضيع معينة لم يعتني بها الراوي كأن يشتهر الراوي بالتاريخ والسيرة ولا يعتني بالحديث والأحكام فيكون متخصصا بأحد أنواع علوم الرواية لا بجميعها فإن روى في السيرة قبلنا منه وإلا لم نقبل ومن أنواع أيضا التمييز التمييز بين روايته عن شيوخ بأعيانهم دون غيرهم بأن يكون تحمل وسمع أحاديث معين عن بعض الشيوخ ولكنه لم يضبطها ضبطا كافيا فهذا يخطئ في رواية أحاديث أولئك الشيوخ دون غيرهم ممن سمع عنهم سماعا طيبة ونحن بهذه الطرق من الجمع بين ما قيل في جرحه وتعديله نكون قد رفعنا الخلاف أيضا في المسألة فإذا من عدمت وسيلة لدينا مما سبق فإن القاعدة التي يلجأ إليها المحدثون على الأغلب هي ترجيح الجرح على التعديل من باب الاحتياط للرواية فالشك هو كاف لدينا لنطوي جميع مرويات الراوي الذي حصل الشك فيه فالمحدثون يتركون رواية الراوي المضعف لا لأنه مجروح بل لأنه قد تساوى في حقه القولان وهذا كاف لترك روايته احتياطا ومن المسائل التي تذكر في هذا السياق هو ما ينقل من اختلاف بين النقاد في التشدد أو التساهل في توثيق الرواة فينسب بعض النقاد إلى التساهل وإلى أنهم يتسرعون في توثيق الراوي وينسب بعضهم إلى التشدد وأنهم يتسرعون في جرح الراوي لأدنى سبب وبعضهم يقعون في موقع وسط بين الطرفين وهذه المسألة على شهرتها إلا أن أدلتها الحقيقية وأهميتها الواقعية تبقى مثار شك وتساؤل لدى الباحثين لأن الأصل أن المنهجية واحدة وأن الاختلاف مرده ما سبق ذكره من اختلاف بين النقاد في ساعة الاطلاع على حال الراوي ومروياته أو أنه اختلاف له مسوغ منطقي من جهة الزمان والمكان والموضوع والشيوخ كما أوضحنا أو لعله خلاف مصطلحات فحسب وتفصيل هذه المسألة بعمقها الكافي موضعه الدراسات الأكاديمية وما ذكرناه في النماذج الثلاثة يشهد بشكل كاف لما أردنا إثباته في هذه الحلقة المكثفة وهو أن الخلافة في علوم الحديث أمر ممكن وموجود في واقع الأمر إلا أنه خلاف واقع إما في جزئيات المنهج لا في كلياته وإما في تطبيق المنهج وتنزيله على الوقاية وأما ما كان يبدو من خلافات في كليات المنهج فإن أصول هذا العلم وأسسه الكبرى كانت كفيلة لحسم هذه الخلافات بالترجيح فيها وذلك بأدوات المنهج نفسه أي أنه اختلاف منضبط تحكمه مجموعة ضوابط وأصول راسخة ومحررة واذا يقول في النهاية إلى رفع قيمة هذه المنهجية التي تتكفل بتمييز الأحاديث الصحيحة والضعيفة من جهة وتتكفل بإزالة الخلل الذي قد يقع أثناء تطبيق المنهجية وتتكفل بتصحيح ما قد يجري أثناء التطبيق من انزياحات عن الصواب من جهة أخرى وبذلك ننتهي من الكلام في قضية المساحات الخلافية في منهج علم الحديث وفي آثار هذه المساحات في التصحي والتضعيف ونغلق بذلك محور المواضيع المهمة المنتقى من مواضيع علوم الحديث وبإذن الله لنا لقاءات قادمة في مواسم أخرى لاحقة لبرنامجنا هذا بتوفيق من الله وكرمه وأخيرا أحييكم بما حييتكم به أولا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين